الموضوع التاني وللأسف أنا هقول للأسف لأن في البعض أو شخص بيحاول يدخل الأهل طرف في مشاكل ليس للأهل طرف بها الأهل مؤسسة كبيرة تدار بطريقة احترافية ومنظمة لا دخل لها بمشاكل أي نادي أي نادي عنده مشاكل تانية يحلها أو يشوف حلها أو يشوف تفاصيلها بس ما حدش يحط الأهل طرف فيها يعني مبارح خرج أحد الأشخاص من من يدعي أنه هو منتمي لنادي رغم أنه هو أول من كتب سطر الهروب والخروج من النادي المنتمي إليه ودخل الأهل طرف في موضوع الأهل أساساً ليس طرف فيه واتكلم بكل صراحة أنا هتكلم معكم بكل صراحة يعني تلع قال لك إيه عندنا مشكلة مثلاً في تجديد عقد لعب يريد من ينتمي للأهل ما يدخلش في الموضوع ويسيبه النادي لأن النادي عنده مشاكل وما تستغلوش المشاكل اللي عندنا هو حد في النادي الأهلي فضيلك أساساً يعني النادي الأهلي الفترة الجاية بيستعد للموسم الجديد عنده السوبر ليج عنده كاس عالم أندية بيحضل للقايمة هيعلن عن تفاصيل مهمة جداً خلال نهاية هذا الأسبوع وإنت دايماً عايز تحط الأهل طرف عشان تباني أنت فيه سياق الدفاع عن مصالح ناديك اللي أنت أساساً أول واحد كتبت سطر الهروب من ناديك أول واحد كتب سطر الهروب من ناديك دلوقتي بيقود لواء الدفاع عن النادي اعمل اللي أنت عايزه دافع عن ناديك زي ما أنت عايز ولكن ما تدخلش الأهل طرف ما تدخلش الأهل طرف عندك مشكلة بتجديد عقد لعب دي مشكلتك انت ما تدخلش الأهل طرف الأهل عارف إمتى يتكلم مع لعيب وعارف إمتى يشوف مصلحته وعارف إيه هي احتياجاته هتدخل الأهل طرف عشان تباين اللي انت بتدفع عن النادي اللي انت بتنتمي إليه على الورق دي مشكلتك انت بس ما تدخلش الأهل طرف والفترة اللي جاية مش هنسمح لحد وهو بيتكلم عن مشكلة ناديه إن يحط الأهل طرف كل واحد يا جماعة يخليه في ناديه كل واحد يخليه في شغله والإعلامي يخليه إعلامي عايز تشتغل وتدافع عن النادي وتقوم بدور ليه علاقة إدارية ليه علاقة فنية ما تتخشش في الإعلام وتقوم بدور إعلامي يعني أنا أتمنى نوصل لمرحلة يكون فيه فصل اللي بيشتغل في الإعلام يشتغل في الإعلام وبس اللي يشتغل في نادي يشتغل في نادي بس ما لوش علاقة بالإعلام لكن قصة اللي أنت النهاردة بتتكلم عن النادي اللي أنت منتمئ إليه بكرة تطلع تهاجم نادي منافس بعده تطلع تتكلم عن مشاكل داخلية في النادي اللي أنت منتمئ إليه وتحاول تبين إن النادي ده مظلوم والناس لازم كلها تقوم بجنبه وإنت أول واحد بتطالب أساسا بتطبيق الاحتراف وقواعد الاحتراف وقواعد الاحتراف أساسا ما فيهاش تدخل في مصالح أي نادي كل نادي يشوف مشاكله كل نادي يحل مشاكله ما حدش يدخل ولا حد يدعم مالياً ولا إدارياً ولا كل التفاصيل دي بس الكلمة اللي بتتقال بيتعمل عكسها ويوم ما بتتكلم عن مشكلة التجديد عقد الاقب عندك بتدخل الأهل طرف نفسي في مرة أعرف أنت بتشتغل إيه والله بجد نفسي أعرف أنت بتشتغل إيه وقصة لواء الدفاع عن النادي اللي أنت دايما بتنتمي ليه عمرك ما بينت يعني حتى في مشوارك القروي اللي أنت منتمي للنادي دا أنت أول واحد كتبت سطر الهروب من النادي فما تدخلش الأهل طرف ما تدخلش الأهل طرف وما تطلعش كل شيء تقول لك إيه أصلي من ينتمي للأهل من هو محب للأهل ياريت تسيبه والنادي في حاله النادي إيه اللي في حاله هو الأهل لو بيركز مع حد كان هيوصل للنجاحات اللي هو فيها دي اللي بينجح بينجح عشان مركز في شغله واللي بيفشل بيفشل عشان مركز في ورق غيره وفي شغل غيره فالأهل بينجح عشان مركز في شغله أنت اللي مركز مع الأهل فدايما أنت بتفشل دايما عندك مشاكل ركز مع فرقتك ركز في شغلك أنت اللي عملي اللي انت مش عارف اساسا هو ايه هو مدرب ولا اعلامي ولا دوره ايه وخليك في شغلك ما ندخلش في الاهلي وما تجبش سرط الاهلي في اي موضوع يخصك او يخص النادي اللي انت منتمي اليه خلي كل حاجة في السياقها الصحيح خلينا ندخل الموسم الجديد بشكل صح بشكل سليم بشكل صح وبشكل سليم ما بحبش اذكر اسماء ما بحبش اتكلم عن شخص بشكل مباشر هم عارفين نفسهم كويس جدا هم عارفين نفسهم كويس جدا المرة دي احنا بنوجه تحذير اي حد عنده مشاكل في ندي ما يدخلش الاهلي طرف ما يدخلش الاهلي طرف شوف الاهلي بنجح ازاي وذاكر ونجح زيه مش اقول لك اعمل فترة معيشة لا زاكر ونجح زيه لان الاهلي لو بيفكر فيك عمره ما هيوصل للنسيجة اللي احنا شايفينها دلوقتي